يعمل متخصصون من وزارة الدفاع الروسية على بناء شبكة أنبيب مياه ستربط منطقة روستوف الروسية المتاخمة لأوكرانيا بمنطقة دونباس داخل أوكرانيا قالت الوزارة أن المشروع الذي سينتهي في الأشهر القليل المقبلة سيكون لديه القدرة على حمل 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا وسيشمل خطين بطول 200 كم كانت موسكو أعلنت ضم منطقتين دوناتك والوغانسك التي تشكلان منطقة الدونباس الأوسع في أوكرانيا